أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع نتائج المزاد الثاني لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والذي شهد طلبا قويا من قبل الموزعين الرئيسيين الستة حيث تم استلام مواطعات بقيمة 5 مليارات و 510 مليون درهم تجاوز حجم الاكتتاب بواقع خمسة مرات في حين كان الطلب قويا على شريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين ب 550 مليون درهم سندات لأجل ثلاثة عوام ب 550 مليون درهم وبإجمالي مليار و 100 مليون درهم للإصدار في المزاد الثاني من هذا العام